بالسماء كلما قربت له قرب والدعوة سمي النمى من غير أملت صعب بالسماء كلما قربت له قرب والدعوة سمي النمى من غير أملت صعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي من مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن القيل الرابع على أرض الكنانة مصر سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء اللهم صب على بلادنا الخير صب اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى اجعل اللهم مصر في أمانك وضمانك يا رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ايه قضية السير في الأرض أو بين قوسين كده يا حضرات السياحة في الأرض هل في الشرع الشريف هذا العنوان ما يعرف بالسياحة طبعا عد معايا بقى كده حضرتك السياحة في الأرض وأغرضها رقم واحد السياحة الدينية إنك بتسافر لأداء فريضة من الفرائد كفريضة الحج لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تقول لي والله أنا مسافر أقول لك رايح فين تقول لي رايح زور النبي في المدينة المنورة وصلي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحيطين أقول لنا أنا مسافر أقول لك مسافر فين يقول لي مسافر إلى البيت الحرام لأداء النسك سواء عمر أو حج يبقى فيه سياحة في الأرض لأجل العبادة وفيه سياحة في الأرض لطلب العلم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء يبقى فيه واحد بيخرر يسافر في الأرض لتحصيل العلوم زي كثير من ولدنا بيدرسوا بره بيطلع من حتى دكتوراه بياخد درجة علمية من الخارج والخير وباركة ده برضو في سبيل الله يبقى فيه سياحة لأجل العبادة في سبيل الله فيه سياحة لطلب العلم برضو في سبيل الله فبتشوف بتسافر تشوف في الآثار وبتشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى بتشوف آثار الأمم السابق ربنا أمرنا بكده وفيه سياحة في الأرض من أجل الدعوة تمحنا الحمد لله جينا من القاهرة لمدينة العالمين الجديدة جينا بنعبد ربنا اللهم لك الحمد وبنصلي جمع وقصر وبنأخذ بالرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وجئنا طلب علمه الحمد لله وجئنا دعوة إلى الله عز وجل بنقول للناس يا جماعة كل سيروا في الأرض فانظروا زي ما ربنا علمنا سبحانه وتعالى يبقى فيه سياحة للعبادة وفيه سياحة لطلب العلم وفيه سياحة للاعتبار وللدكار للطعض بطرى الأمم آثار الأمم السابقة وفيه سياحة إنك تنظر إلى آثار رحمة الله وهذا الكون وهذا الإبداع بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما ربنا علمنا ده إنك تتدبر في الكون وتنظر إلى انظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض وأقطارها والفصول وأزمانها ما لهم دول يا رب قال الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري بتقول يا سبحان الله البحر ده بيسبح ربنا آه السماء والنجوم والأرض والجبال والشجر والدواب بيسبح ربنا طبعا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم ارى كده معايا في صورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى يبقى فيه سياحة لأجل العبادة فيه سياحة لطلب العلم وفيه سياحة للاطلاع على أثار الأمم السابقة وحضارات الأمم السابقة وفيه سياحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هو النبي مش صفر معاذ ابن جبل من المدينة المنورة لليمن مصفروا ليه عشان يعلم الناس الإسلام لأنه كان مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وديه سياحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكلنا دعاء إلى الله كنتم خير أمة نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يطرى فيه سياحة كمان هنعرف دمع بعض بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية في برنامجكم لعلهم يفقون على قناتكم دمسي من مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع على أرض الكنانة مصر سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء وابنتكلم في إطار قول الله تعالى قل سيروا في الأرض ربنا أمرنا فإيه السياحة في القرآن إيه السياحة في الشرع الشريف السياحة من أجل الإبادة زي اللي بيحج وبيعتمر يروح عشان يصلي في المسجد الأقصى في سياحة لطلب العلم طلب العلم فريضة ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وده الشيء الوحيد اللي ربنا أمر سيدنا النبي أن يطلب الاستزادة منه اللي هو العلم وقل رب زدني علما طبعا بتسافر عشان تتعلم فممكن راح يسافر السياحة لطلب العلم النوع الثالث من السياحة السياحة للاعتبار والاطلاع على آثار الأمم السابقة أنك بتشوف الأمم السابقة وحضرات السابقين أخبرها إيه طيب النوع اللي بعده السياحة من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أنت عارف لو صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله على الصحابة ما خرجوش بر المدينة كنا نحن نتعلم إزاي وكان الإسلام يوصل لنا إزاي النبي طرك مية وعشرين ألف صحابي اللي موجودين في البقيع بس عشر تلاف الباقي راحوا فيين طلعوا نشروا الدعوة إلى الله عز وجل آخر نوع يا جماعة من السياحة وده مهم جدا جدا السياحة للنظر في بديع خلق الله تبارك وتعالى وجمال الكون وإنك تتنزه وتسعد برؤية الكون ده أنت بتنظر للبحر كمخلوق من مخلوقات الله بتنظر للسماء وتتأمل فيها ده عبادة سبحانك يا رب والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام علمنا عبادة التدبر وعبادة التأمل ده اسمه إيه حضرات اسمه تأمل وتدبر في الكون إنه سبحان الله على بديع صنع الله سبحان الله على هذا الخلق سبحان الله على الشجر الجميل الأخضر سبحان الله على النخلة كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الإبداع ده؟ ده نوع من أنواع السياحة في الإسلام إنك تسافر تشوف آيات ربنا شوف البحر شوف البلاد شوف الأماكن شوف السماء شوف الخضرة شوف الجبال تشوف كل الدلائل اللي موجودة في الكون اللي بتدل على أنه سبحانه الإله الواحد آية من آيات ربنا ربنا علمنا في القرآن وقال قل قل ده فعل أمر قل لهم يا محمد نعمل إيه يا رب؟ ألسيروا في الأرض نسير في الأرض نتحرك في الكرة الأرضية طبعا نتحرك في الكرة الأرضية للعبادة للعلم للاطلاع على حضارات الأمم وآثار السابقين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى إرشاد الناس وتدلهم على الخير للتأمل والتدبر في ملك الله تبارك وتعالى هذا الملك العظيم وهذا الإبداع بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل في علاه أنك تشوف آيات ربنا ده بيزود إيمانك ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأبليها يقول لي وفي الأرض آيات للموقنين إيه الموقنين اللي عندهم يقين اللي إيمانهم ثابت اللي إيمانهم راسخ اللي بينظروا في آيات الأرض اللي بيتفكروا في آيات الخالق سبحانه وتعالى اللي بيتأملوا ويتدبروا ويتعلموا ويتفقهوا ده سدن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ده كان فيه واحد يا حضارات اسمه عمر بن نفيل ده قريب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيعمل يه الراجل ده يا حضارات كان يبقى في العصر الجاهلي قبل الإسلام قبل الإسلام كان يبقى ركب الراحلة بتاعته وماشي كده فينظر إلى السماء ويقول إلهي لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك لكني لأعلم ويسجد على الراحلة بتاعته من اللي علمه الكلام ده من اللي خلايا يفكر كده من اللي خلايا تدبر الكون العظيم ده الإبداع ده صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه جل في علاه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير التقي بحضراتكم بمشيئة الله تعالى بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية في برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي من مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع على أرض الكنانة مصر حفظها الله تبارك وتعالى وبكلم حضراتكم عن السياحة في الشرع الشريف الشرع الشريف ذكر مبدأ السياحة ده طبعا فيه سياحة لأجل العبادة فيه سياحة لطلب العلم فيه سياحة للاعتبار وللدكار وللطلاع على آثار السابقين فيه سياحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيه سياحة للنظر في كون الله تبارك وتعالى والتنزه بما أحل الله وقالوا حق حق يعني أمر مهم جدا وحتما ولازم وضروري ولابد حق على كل عاقل ألا يغفل عن أربع أي واحد عاقل لازم يبقى عنده أربع ساعات من وقته مش الساعة اللي يقى ستين دقيقة يعني لازم يبقى عنده أربع ملفات يركز فيهم ساعة يناجي فيها ربه آه في وقت كده لازم أناجي ربنا وأتضرع لربنا وألجأ لربنا وأسأل ربنا وأدعو ربنا وأستغفر ربنا وأتوب لربنا دي ساعة قلنا الساعة مش يعني ستين دقيقة وقت من حياتك ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه لازم تقعد وقت من الأوقات كده تفكر في اللي راح واللي جاي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والنبي علمنا اللهم صلي عليه الكيس من دان نفسه أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وإلى آخر الحديث يبقى ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يجلس إلى إخوانه وأقرانه وأحبابه الذين يبصرونه بعيوبه بتقعد مع حبيبك كده يذكرك بالله إذا نسيت الله أذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك تفرفشه مع بعض شوية تضحكه مع بعض شوية ربع ساعة بقى وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواتها بما أحلى الله يعني وقت من حياتي كده والله عايز ألعب كورة والله عايز أجري شوية عايز أروح الجيم عايز أمشي على البحر شوية عايز أنزل الميا عايز ألعب مع أولادي بما أحلى الله فدول أربع ساعات في حياة المؤمن يا حضرات هو ربنا قال في القرآن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ففي لهو مباح في لعب مباح في زينة مباحة بما أحلى الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق اللهم لك الحمد أن أبحت لنا الطيبات اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد الذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد الذي تقول اللهم إنا نرفع أكف الضراعة إليك نسألك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات وفقنا دائما حيثما حللنا وحيثما ارتحلنا كن لنا عونا ونصيرا لا تقطع عنا مددك ولا تكشف عنا سترك ولا تسلب عنا نعمك ولا تنسينا ذكرك يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب كن لنا حيث كنا في المدينة المنورة كن لنا في مكة المكرمة كن لنا في مصر الكنانة كن لنا في الأقصى المبارك كن لنا في أي مكان اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين إنك قد أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك رزقنا جوار حبيبك المصطفى في الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا عذاب يا كريم يا وهاب بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين من مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن القيل الرابع على أرض الكنانة مصر حفظ الله تبارك وتعالى لكم منا التحية وعليكم من الله السلام اشتركوا في القناة